لنعمل سلطة الأفوكادو والذرة نحن بحاجة لكوب من الدرة حبتين من الأفوكادو بدنا كمان بندرة حبة مقطعة مكعبات نصف بصلة مفرومة ربع قومة كزبرة مفرومة كوب من الفصولية الحمراء ربع حبة فلفل حر وعصير ليمونتين تمام حسنا نجيب الأفوكادو نحاول نجيبها ليس مستوية كثير ولا آسية كثير إذا طرية كثير تكون من جوبها سودة وإن شاء الله لا هي بتكونش سودة وإذا كانت آسية كثير ما بتطعمها هنا دساتها خضرة تكون طعمها مش زاكي فهلا نحن نياها تكون ما بينه وبين وأول ما نقطحها لازم نحط لها لمون لأنه نوع الأفوكادو أول ما يتعرض للهوا بيصير لونه أسود تمام نقشر الأفوكادو باقي الأشياء قدرنا نقشرها قبل بوقت الأفوكادو بنقدرش نقشره قبل بوقت لأنه بسود فهاي نقشرها عما هلنا ومنطلع أسكى إشي فيها هلا هما بستعمل الأفوكادو كثير للمكسيكان بأكلهم وخصوصا بالسلصات لتبعتهم لأنها بتبل التاكوز الناشوز كل شي بيعملوهن بيكون ناشف يعني فيه خبز ناشف أو فيه إشي زي التشيبس فالسلصات هاي مهمة لأنه هي اللي بتطري الأكل تكون جنب الأكل فهلا يا ستي ما نزيد لها البندورة نحط لها كمع شوية لمون أنا بخاف على الأفوكادو نحط له لمون هيك نحط لها لمون هاي لمون وحطنا لها بندورة شوفي الألوان أنتي مأحلى شايفها ربيعي ربيعي كل الألوان أكلهم ممتعة عرفتي كيف على فكرة هلا شهر ربيع بيطول بضلة تقريبا بشهر ستي يضل أدمى بده أهلا وسهلا يا هلا بالربيع يعني رمضان السنة جاي بالربيع آه أه أحلى إشي هاي الدرة شوفي ما أحلى الألوان أخضر وأحمر وأصفر لحوط شوية لمون شؤف بعطه طعب كثير زاكي مع الجاج وشوية بصل هاي الفصولية مفروم الفصولية هاي الفصولية الحمرة وهنا بيستعملوا الفصولية الحمرة أكتر إشي مش زي الفصولية تبقتنا استعملوا هاي بسموها كيدني بينز لأنه شكلها زي الكلية وهي الفلفل الحر الأخضر والله الفصولية ألوانها مشكلة البيضة والسودة والحمراء مليان فصولية وفي بيضة لونين وفي بيضة لونين فهاي بديش أكون الفلفل حطيت أحمر وهي أخضر وفي الصغيرة كثير بتيجي البيج هاي ايوه هاي أصدي هذا أصدي البيضة لونين البيج أيوه كلها زاكي وهي حطينا بصل ودورة وبندورة وأبوكادو وحطينا الكيدني بينز اللي هم الفصولية الحمرة فلفل حر أخضر فلفل حال أحمر وحطينا كمان حطينا كوزبرة كوزبرة أه بس أنا الكوزبرة أحطتها قليلة خليني أكتر شوي